طيب بعد ما اختروك يعني انت عدت في شرع رمسيس وبعد كده روحت شهر زاد وبعد كده عدت في المانيال امتى حسيت ان النادي الاهلي بيقولك بقى خلاص انت بقت راجل معانا ومحتاجينك في خلاص بقت اساس لدي حصلت حاجات صعبة جدا ما نقدر بتحكي الحاجات الصعبة دي انا روحت بقى عدت جواب بقى لابويا عشان اقوله يا عم مين ثابت ومين اكتر لسبوع الجاينا هلعب لا والله والله كتبت العنوان غلط العنوان ايه بيتنا اه فرجع عالمصدر استلموا كابتن عواضين اه وفتحوا الله ارحمه قال لي انت هتلعب على ثابت وإكرام الاسبوع الجاي ده ايه ده النصحة دي اه بس السناء دي طب انت كتبت ليه اللي هو ده قلتله كده انا طموح لا طموح ولا انت حابب تبقى موجود في النادي الاهلي لا وكمان بقى اطمنهم يعني ان انا حيبقى في فرصة كثيرة اه اه والسنة دي السنة دي فعلا انا لعبت ثلاث مصدف الدولة ده في اخر الموسم اه اللي كان في حاجة حصلت لإكرامه وثابت او حاجة كان إكرامه ايه حصل حاجة لعبت فاكر المحلة في المحلة ايه وقسكو في استاد القاهرة اه وكان جود بالبيس وجود بالبيس ده اخر ماتش اه اه لفاكر جابوا فينا جول في الاول وبعد كده ايه ايه بالضف خطيب جاب جول وجاب لعب حميد جاب جول اه يعني السنة اللي انا قلت لابوي هلعب فيها على سابة اوكرام اللي عيبت فعل رده كان عليك ايه لأ ابو يام ما خدس ما يشافش الجواب بقى انا انا يعني انت امال وصلت له ازاي وصلت لأ وصلت له بقى انا باخد للأجهازة كابتن عودين كاركو قال الوالدة ما قلت لهش انك روحت النادي لا قلت له طبعا قلت له وهو عمل ما حصلش لا لا كان مبسوط جدا هو اهلوي جدا كان الله رحمه كلهم كانوا اهلوية وطبعا حصل بعد كده ان انا لما دخلت في المدرسة السنواري راضية دخلي بقى وقت العيشة شوية صعب طبعا كانت لجوم مصر كلها اه كان وقتين الله رحمه بقى ابراهيم يوسف وامد مندو وزكريا المواصف مجموعة كبيرة طبعا وطبعا الالعاب التانية بقى الفولي والالعاب القوة والحاجات دي فكت ازهقت مرة كده فقررت ان انا ارجع مش عايز اعط في مصر بعد ما كنت كاتب في الجواب انك هتلعب اساسي على سبت وإكرامي ليه ان بقى الحيطة صد قدامك لا لا انا زقت من ليه اتخذ كده في كافر الدهار واصحابه وصهر و فحنيت يعني فقعد معي هو بقى ابوي قال لي انت لازم هتكمل يعني هو اللي شجعك اه قال لي لازم هتكمل هو هتكون طب انت زقت ليه انت مركت الله يعني هي هي فكرة الشباب كده يعني مش ضربت في المال اه اه عايز ارجع بحض ممي يعني انت شاعة الغربة وعشة انا ام كلا ما في اجازة ومسافر طوال تعاية وانا رايح لبية فقعد معي وقال لي حاجات بقى ما أنسهاش لحد دلوقتي ده صايح اه قال لي حاجتين مهمين جدا قال لي انت هتكمل عشان انت خدت قرار ما حدش غصبك عليه نمرة اتنين هو هتعمل حاجة نص نص لازم لو في حاجة نص نص سيبها لغيرك وده لحد دلوقتي انا الجملة دي بتاعت نص نص دي بالذات هي النبراس اللي انا ماشي عليه نعم فالله يرحمهم وابويا دول كان حاجة جميلة ابويا ده كان راجل عبقرية طيب لما قال لك لازم ترجع رجعت تاني رجعت على طول خدت الأجازة العادية اللي هو كان مسموح لي بيها ورجعت هل حد كان دايقك ولا حد قال لك كلمة لا خالص ولا شفت معاملة بشكويسة مثلا من ثابت وكرامي لا 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 وكبت الحزم بس اللي كان يديهم كده ويلين انا في الشلاليت عشان يعني يأسسك عارف يأسسك الله يرحمه الله يرحمه من جميع عنها فمن ساعتها بقى وانا يعني بقيت يعني يعني لأ يعني نادي الأهلي انا عايز اقولك ان مثلا كابتن عوضيل كان اجس المدرسة خميس وجمعة كنت روح ابات في البيت عنده في البيت عنده يأكل ويعمل لي طبيخ عشان حارف الله يرحمه كان جميل كان حد يعني وكان ليه فضل على ناشئين كتير جدا بقى مدرجة اولى شيف عب مين يا مماجد عبدالغاني لا 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 كان راجل خالق جد الله عامل بيعامل نفس بتاعه كمان كان بيعامل العبة حاجة تفرح اخر الاسبوع كان يروح نطبق انا وخالق جد الله بالذات ما عرفش ليه اثنين جنيه خالق جد الله واثنين جنيه ايه ننزل وسط البلد عند أسترا والحياتة دي والسينمات وفتاعه انا وخالق نقعد نحارب عشان نخلص الاثنين جنيه ده سنة كام؟ 78 و 79 78 اه يعني الجنيه برجو نبالله كنا بنحارب ايو ايو نخش ناكل عند مش عارفية ونخش قودة ناكل حاجة حلوة ونخش مش عارف فين ولسه معنا فلوس اه فلا بالعكس المعاملة في النادي الالف وبعدين بعد كده وانا في السنوات العامة تامن مدرسين وكنت بس تامن مدرسين اه انت كنت عاوز ونزيل التربية والتعليم تامن والله واللي بيقف في التلفزيون اه طيب لو قلتلك اول مرة قالولك انت هتطلع وتتدرب مع الفريق الاول انا من اول سنة بتضرب مع الفريق من اول سنة اه انا كنت كان ميستر هيدكوتي وكان معاه كنت نفاتح نصير لو فاتح وكان نفاتح عبان وكانت في وقت طبعه اه وكانت نحازم الله يرحمه الله يرحمه فجد ماتش المحلة ده كان الخيار بيني وبين الله يرحم وعادل عب منا الله يرحمه ده كان في اخر الدوري بقى ده مخدنا الدوري اه لا لا مكناش خدنا الدوري ولا حاجة كان في حاجة لثابت وكرمي الاثنين الاثنين مرة واحدة اه انت حظك اه فعادل متأكد انه هيلعب عادل العب بالنينة بالله اه وفي القوضة بقى وعايش على انه هيلعب يعني اه فجي مستر كوتي تتكلم معي قالك ايه قال اني جيل انت بكرا يلعب اوه انا بقى ايه اه انت تخضيت اين برح اه عملولك اكل ايه تخضيت ايه تخضيت انت انت تخضيت انا انا معربش انا قالت ايه دلوقتي انت فاكر مرة كنا في البحرين وكان في محاضرة مستر كوتي اه هو راح شاف الملعب قبلها بيوم اه فقالك الملعب النجيلة مش احمد نجيلة اه اه عالي مش عالي زور مش عالي كان بيه لا كان حاجة تفرح اه طبعا نمت ازاي لا ما نمتش لا ما نمتش ما كابت صالح برضو هراشني وقال لي انت منش ناين ده والله اه والله قال لي بس ده عاد هتنام بعد المطش هتلعب في النادي الاهلي هتنام نمى طويلة اه واول كرة في المطش اه رحت وقت مني اه ابو حليجة اه حل جهالة حل جهالة كان مصطفى وماهر وابو حليجة وفتح 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 مبرو اه طبعا طبعا منيه ايا اهل اه مباراة دي الي تهل في ههلي بعد المباراة الولك ايه بعد المباراة بقى اه مش عارف اه والين ههو وانا كان فيه فيلم اسمه والين ههو والين هم فكتب فيه ادين خباره وثالثهم الشيطان دخل انت مع اكرامي وثابت كانت معاملة معهم ازاي هل كانوا بيعملوك كانوا هم كان نجوم كبيرة لا انا اكرامي كان صحفي جدا اكرامي كان صحفي جدا وكننا بنخرج ولكن انا كنت بحب طريق الثابت بسيطة بحب طريق الثابت في اللعب اللعب ده حاجة تانية طبعا بالطريق الثابت كان حارس عالمي وثابق عصره وينفع للزمن ده نعم يعني كله شغله فوتورك وسرعة اداء وتلبية غير طبيعية اتفاكر لما اتخاني مع كلوتشاي عشان عايز يمسك كله كور العالية مش عايز يطلع بالبوكس يقول له كان بيقوله كده فسابت قاله لأ انا دي السنة دي اللي لعبت ننصها لما هو قاعد بقى سابت تخاني معه وقاعد طيب